الآن ينضم إلينا في الستوديو الدكتور حسام الحافظة الأكاديمية السورية مرحبا بك دكتور حسام مرحبا طبعا النقاش الآن المطروح هو عدم إمكانية إدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة المتضررة في الشمال الغربي السوري ونتسأل انتحدثنا من الزاوية القانونية مسؤولية من أساسا إدخال المساعدات وإنقاذ المنكوبين في تلك المنطقة هي المسؤولية بالدرجة الأولى على الأمم المتحدة نفسها والمعبر موجود معبر باب الهوى المذكور في القرار الأممي وهو متفق عليه منذ الشهر الماضي من الشهر الأول 2023 تم التوافق بمجلس الأمن على التمديد لهذا المعبر وتم دخول قافلة ست شاحنات على الأقل برحلة مجدولة مسبقا وهذا دليل أن المعبر يعمل لذلك هو المسؤولية الأساسية الاستجابة كانت بطيئة جدا من الممم المتحدة المفترض أن تنشر فورا من 12 إلى 24 إلى 48 ساعة في حد أقصى فرقا لتقييم الواقع تقييم الحاجة الطارئة للسكان ومن ثم تدخل في منظومة الإنسانية منظومة الاستجابة الطارئة الأمم المتحدة عبر الـ UADC ومن ثم الأوتشا من أجل إرسال المساعدات هناك يبدو أن هناك بيروقراطية كبيرة لدى الأمم المتحدة إذا أحصلنا الظن وهناك طبعا اتهامات بالتسييس لكن إذا ركزنا على مشكلة فشل الأمم المتحدة كمنظومة هذا الفشل المتكرر الحالة السورية ليست الأولى فيها هناك حالات إنسانية وعبر كوارث منصنوع الإنسان والحروب وما إلى ذلك لكن الحالة السورية تجسد فشل الأمم المتحدة في جميع هذه الزوايا ومنها أهداف الأساسية منها أهداف حماية الأمن والسلم الدوليين حيات التنمية حق الإنسان وأيضا تنصيق التعاون الدولي من أجل الاستجابة الطارئة للكوارث الإنسانية ربما تسييس الزلزال كان قد بدأ منذ الحديث عن المطالبة برفع العقوبات عن نظام السوري من أجل وصولها في مكان ما هل يمكن لتقديم المساعدات للنظام السوري أن يؤدي ذلك للنجاة من عواقب مقام به نظام طيلة الأحد عشر عام لا أتصور الأمري منتصيلين تماما حتى لو دخلت هذه المساعدات هناك تعليق لبعض العقوبات سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية كما تعرفون وعبر أيضا المنظومة الأممية لكن هذا لا يعني أبدا التطبيع مع النظام هذه استجابة طارئة لحاجات ضرورية في آنها لكن لا يعني أبدا غيات سياسية لكن النظام يحاول أن يقوم لتسييس هذا الأمر وبعض الدول الأخرى رأت أن هذا مدخلا مناسبا لتسييس هذا الأمر والتعاطم كأمر طبيعي مع النظام لكن أتصور بأن ذلك لن ينجح لكن إذا نظرنا في مجمع الأمر نرى أن ما يقدم من معونات لسوريا في هذه الحالة هو قليل جدا واستجابة المجتمع الدولي وكأنه مل من كل القضية السورية وكل ما يتعلق بسوريا حتى في حالات طارئة مثل ما نشهد بهذا الزلزال الكارثي هناك فشل أممي كبير وما أوصلنا إلى هنا أريد أن أنوه أنه فشل الأمم المتحدة في إدارة مفاوضات وإدارة عملية سياسية سلمية تؤدي إلى حل هذه القضية بالنسبة لمخزون الأغضية والمساعدات المتوفرة لدى الأمم المتحدة وموجود أساسا في الحدود التركية للسورية نعم اتفقنا أن هناك معبر واحد مفتوح حاليا هو معبر بابلها والذي كان مفتوحا سابقا هل تتحمل مسؤول الحكومة التركية نوع من المسؤولية في عدم فتح المعابر الثلاثة الأخرى التي كان يمكنها فعليا إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأيام الأولى والساعة الأولى للسلسة نعم للأسف الحكومة التركية بسبب الكارثة ربما لم تستطع أن تكون مرينة بما فيه الكفاية من المفترض أن تفتح أكثر من بعبر وهذا الأمر لا يتعلق بالضرورة في قرار مجلس الأمن يعني قرارات مجلس الأمن التي تحدد هذا المعبر لأننا نتحدث على الاستجابة طارئة وهذا الأمر كان هناك نقص تنصيق وحتى لم يكن هناك محاولة فرضا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لتعديد القرار لأنني أتصور أن حتى روسيا الاتحادية لن تقوم باستعمال الفيتو في هذا المفصل الحساس إنه موضوع إنساني طبعا إنه موضوع إنساني لكن لم يكن هناك حتى محاولات سريعة الحكومة التركية تحمل جزء من المسؤولية لكن لا تلان بسبب الكارثة الكبيرة على أرضها لكن هناك على الأقل لوم إداري إن لم يكن هناك لوم سياسي اليوم بالتحديد كان هناك في هذا السياق تصريح من مفاوضية الأمم المتحدة بأن المساعدات عبر معبر واحد وهو معبر باب الهوى لا يمكن أن يكون كافي لإدخال المساعدات للمحتاجين في سوريا إذا لم يتم فتح معابر أخرى هل هذا سيكون بمثابة إقرار بأن البروكراتية التي وصفتها ستؤدي إلى خنق يعني أناس في سوريا تحت كارثة وأزمة إنسانية طارئة أتصور إذا سمر هذا الإغلاق لن نكون هناك حسنية في الموضوع نتحدث بعد ست أيام الموضوع يتعلق أيضا بقرار سياسي هناك نوايا سياسية واضحة مبيتة يتم تنفيذها بطريقة ما ومنها ما سمعنا عن محاولات فتح معبر كسب لذلك قبل أيام مثلا دخلت فرق متطوعة من بعض البلدان أسهمت بشكل مهم وأساسي في إنقاذ أرواح منها مثلا كلب مدرب واحد أسهمت في إنقاذ أكثر من 18 روح نتحدث على فرق أهلية يعني فرق متطوعين فماذا لو سمحت تركيا والأمم المتحدة ونصقت هذا الموضوع بإدخال المساعدات والأليات الثقيلة والمتطوعين والمدربين عبر معظم أو كافة المعابر شكرا جزيلا لك دكتور حسام الحافظة الأكاديمية السورية هنا معنا في السيديو شكرا لك شكرا لك